وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاء المستنيرين الذين يستطيعون سياغة رأي عام ديني منضبط على نحو نيراء المستجدات وينتهجوا فقها الواقع دون الإخلال بالحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف فضلا عن تدريب وتأهيل الآئمة وكذلك نشاط الوزارة في مجال التأليف والترجمة وقد عرض الدكتور مختار جمعة جهود وزارة الأوقاف في إدارة أموال هيئة الأوقاف وذلك لضمان تنمية أعيان واستثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستمرار جهود الحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته كما عرض السيد وزير الأوقاف الدور الدعوي للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية ونجاحاته في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر فضلا عن جهود الوزارة لتكثيف التواصل مع المؤسسات الدينية الوسطية حول العالم للإسهام في نشر الفكر الوسطي وتحقيق السلام العالمي وترسيخ أسس العيش المشترك المبني على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب إلى جانب ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية واحترام حقوق المواطنة كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الآئمة موجهاً سيادته بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للآئمة وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية لحظية المستوى الموجهة لهم سواء بأكديمية الأوقاف الدولية أو بالتعاون مع المؤسسات المعنية بصفة الوعي وبناء الشخصية وذلك تعزيزاً لاستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاء المستنيرين الذين يستطيعون صياغة رأي عام ديني منضبط على نحو يراعي المستجدات وينتهج فقه الواقع دون الإخلال بالحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف اشتركوا في القناة